محطة أبحاث على سطح القمر خلال العشر سنوات القادمة هذا ما تخطط له الصين الموقع المفترض للمحطة الصينية على مقربة من منطقة القدب الجنوبي وسوف يتم استخدامها لإجراء الأبحاث العلمية بينما تشمل خطط استكشاف صينية أخرى مهمة لإطلاق مسبار مريخ بحلول عام 2020 والمسبار القمري بنهاية هذا العام ومع الخطة الصينية الطموحة لا تزال الأبحاث العلمية دون حسم بشأن تكوين القمر حيث يتم تفسير نشأة القمر من خلال عدة فرضيات منها ما تقول إن القمر نتاج تصادم حدث بين الأرض وكوكب آخر شكلت رواسبه نحو ستين بالمئة من حجم القمر بينما تشير نظرية أخرى إلى أن القمر قد تكون بعد أن كانت الأرض في حالة صهار واستضمت بجسم صلب وبفعل هذا الاستضام خرج جزء عن مدار الأرض مكونا القمر ووفقا لهذه النظرية الأقرب للصواب من وجهة نظر العلماء فإن ثمانين بالمئة من القمر تكون من مواد الأرض الأولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر